اهلا بكم مشاهدين مرة تانية دايما بنقول انه احيانا ايات الانفاق بتيجي صريحة واضحة مباشرة واحيانا تيجي يعني غير مباشرة النهاردة يعني عندنا اية مباشرة وآتوهم مما لله الذي آتاكم وهي من سورة النور دكتور عبد السلام عبد المنصف من علماء الازهر الشريف اهلا محركة دكتور وامتا بتيجي الآيات الانفاق مباشرة وامتا بتيجي بالاشارة جميل في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونقول الحمد لله وكفا وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفاء اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله حضرتك ذكرت سؤال لطيف جدا امتا بتيجي الأمر مباشر وامتا ما يجيش مباشر في عندنا في علم وصول الفقه دوما حاجة اسمها منطوق ومفهوم المنطوق دوة الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى جاء به ونطق به صراحة في القرآن منه يا أيها الذين أمنوا مثلا كتب عليكم الصيام فده منطوق في حاجات تاني يبقى تسمى بالمفهوم والمفهوم ده إما أن يكون مفهوم وفقه ومفهوم مخالفه إلى غير ذلك من اللي حضرتك ذكرتي دوة منطوق وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني أمر مباشر ما فيهوش تلاعب ما فيهوش أن احنا ممكن نفكر أن الإتاء هنا أو الإنفاق مختلف لا طيب نيجي بقى ندخل للدائرة بتاعاتنا احنا فكرة الإنفاق نفسها أو الإتاء منه ما هو مفروض ومنه ما هو غير مفروض طب هنا الآية دي بتتعلق بيه؟ بتتعلق بغير ما هو مفروض بالسنة بالندب وبالتالي الآية دي نزلت في بعض الآيات المتعلقة بالمكاتبين وبالإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الأمر هنا للندب مش للفرض طيب نيجي بقى نفس القصة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فكرة الإتاء فحد ذاتها هل تتوقف فقط على الإماء أو على العبيد؟ لا طبعا ليه لأن العبرة عندنا في اللغة ومنها ما جاء به القرآن أن العبرة بعموم اللغة لا بخصوص السبب مش كون إن الآية نزلت في الإماء وفي العبيد إن إحنا نتوقف عن فهمها أو عن الاستدلال بها في شأن الإماء والعبيد لا ده إحنا بناخدها كمان وبنستدل بها مطلقا على فكرة الإنفاق والإتاء في حد ذاتها نيجي بقى الفكرة الإنفاق هنجد كثير أول من الآيات بتدل على هذا المعنى وأحاديث ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حاجة بقى مهمة قبل ما ندخل نسر دي الفكرة في حد ذاتها ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أنا في عندي هنا نقطة مهمة أو نقطتين النقطة الأولى أن المال في الحقيقة هو مال الله يعني إيه مال الله؟ يعني حضرتك لا نمالك ولا حضرتك ملكة ولا صاحب الخنة مالك ولا الإخوة المشاهدين شايف يعني إيه؟ يعني الفكرة بتتعلق بملكية حقيقية وملكية مجازية وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى في آية تانية بقى بين الحتة دي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني أنا مستخلف؟ آه مستخلف يعني إيه مستخلف؟ يعني ده ربنا سبحانه وتعالى جعلك خليفة في هذا المال وعلى فكرة كلمة خليفة أصلا معناها في القرآن مخلوف يعني فيه واحد قبليه المال اللي وصلني ما كانش بتاعي والمال اللي وصل لحضرتك مش بتاعك ده كان بتاعه واحد تاني والواحد ده ما كانش المال ده بتاعه بالتالي هي دايرة صحيح ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين بقى معنى الخلافة في المال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم كما أنه آتاك فأعطي الناس هل جزاءوا الإحسان إلا الإحسان حيكو بتقول المال ده مش بتاعي وهي دايرة بتلف تذكرت موقف كتب يعني سيدة بتكتب على زوجها إنه كان متبني ولدين يتامة في الشارع عندهم وكان بيصرف على تعليمهم وهم ما كانوش يعني ميسورين قوي وقال لها أنا معلش أنا هعلم وفضل يعلمهم لغاية ما الولاد داخل كلية صيدلة وتخرجوا وهي تقول له يعني كأنهم يعني يعني طب نصرف على عيالنا إحنا نقدر بفلوسهم نعيش عيالنا نخليهم يصيفوا نوديهم يعني نجيب لهم اللي هم عايزين زيادة شوية لكن هو كان بيصر إنه يعني يدي دول علشان يعلمهم لغاية أما توفى وولادها كانوا صغيرين والولاد اللي هو صرف عليهم مش تغلوا في يعني تخرجوا من الصيدلة أو حاجة كده وبقوا وفتحوا صيدلية بقوا هم اللي يصرفوا على ولادها في التعليم فهي كان بقى بتقول أنا فهمت الحكمة دي وكنت أعود أقول له طب فدلوقتي الولاد دول لو كانوا عاشوا وتنغنغوا ما كانوش لقوا اللي يصرف عليهم لما يكبروا فحاجة بتقول دي دايرة هي فعلا دايرة صحيح دايرة غريبة كده سبحانه وتعالى بيعملها وإنت بتدفع ما بتبقاش عارف الفلوس دي يجيلك من إين صحيح مختبر يعني إما أن تنفق في خير أو تنفق في شر أولى حضرت القصة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي فيها عبرة رائعة يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي أن هناك كان هناك ثلاثة نفر في بني إسرائيل والحديث صحيح في البخاري ومسلم الحديث سيدنا بهرائيو أن هناك كان ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أبرص أقرع أعمى أراد الله أن يختبرهم فأرسل إليهم ملكة فأتى إلى الرجل الأول اللي هو مين؟ الأبرص وقال له أي شيء أحب إليك أنت نفسك في إيه؟ شو بيكلب بيك زي ما بيقول فقال له درج الأبرص هيقول له لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس بسببه يعني الشيء اللي الناس بيعدت عنه بسبب فالملك مسح مسحة فأعطي لون حسنا وجلد حسنا ثم إنه سأله أي أنواع المال أحب إليك؟ إيه أنواع المال اللي أنت بتحبها؟ قال له الإبل فكرة بال استخلاف فأعطاه ناقة عشراء حامل يا زي ما احنا بنقول وقال له بارك الله لك فيها ثم إنه أتى الأقرع التاني بقى فقال له مثل ما قال للرجل الأول أي شيء أحب إليك؟ شو بيكلب بيك؟ قال له شعر حسن فأعطي شعرا حسن قال له أي أنواع المال أحب إليك؟ قال له البقر الدرجة التانية فأعطاه بقرة حاملة وقال له بارك الله لك فيها ثم إنه أتى الأعمى وهو دباء لحوالين الدرس فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال له أن يرد الله إلي بصري فأرى الناس هو طلب من ربنا في الحياة ما طلبش من الملك وبالتالي ده واضح باب فكرة إحنا بنقول المنطوق والمفهوم أن يرد الله أن نفس ربنا هو اللي يرد البصري فأرى الناس فمسحه فرد الله إليه بصرا قال له أي أنواع المال أحب إليك؟ قال له أشياه أعطى غنم وقال له بارك الله لك فيها نيجي هنا للدرس بقى الناس دي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يختبرهم وهو أعلم بما سيحصل فأرسل إليهم الملك مرة ثانية ولكن على صورة كل واحد منهم الأولى التي كان عليها رحل الراجل اللي كان أبرس رحله في صورة واحد أبرس أنت عارف حضرتك بيذكره بإيه؟ بيذكره بأصله بيذكره بماضيه فبيشوف هيعمل إيه؟ مع واحد كان زيه بالضبط فقال له الملك بقى رايح له في صورة أبرس وبيشتكيله بيقول والله إني ابن سبيل أنا مسافر وقد انقطعت بالحبال في سفري أنا ما عنديش حد إلا ربنا ثم أنت خلاص أنا ضعت أنت نجدتي أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن إبل أتبلغ بها في سفري أنا عاوز بس جمل أوصل بيلي الحد اللي أنا عايزة فتخيالي يرد علي بقى إيه؟ فكرة الاستخداف قال له الحقوق كثيرة أنا علي ديون كتير أول الناس بالطلب نواوا فقال له كأني أعرفه أنا بيت هيأل اسمات صوتك ده أبل كده ألم تكو أبرس مثلي يقذرك الناس فقيرا مثلي فأعطاك الله قال لا أبدا من اللي ضحك عليك وقالك كده إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر أنا الفلوس دي أنا ورثها مش من من قالك إن أنا لا خالص ده بتاعتي وبتاع أبائي وفكرة الاستخلال فدع عليه الملك وقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه لو كنت بتكذب علي يا ربنا يرجعك للي كنت عليه وبالفعل استجاب الله له وعاد أبرس كما كان وفقيرا كما كان صيط في فكرة الاستخلاف ربنا استخلافه فيما يلف صيط فيه التاني الأقرع رد عليه مثل الرد الأول نفس الفكرة نفس الأسئلة نفس الإجابة فدع عليه الملك قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه التالت بقى والتالت دا اللي بنتعلم منه الدرس قال له رح له أنا ابن سبيل قد انقطعت بالحبال في سفري فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك أنت أمل الوحيد فقبل ما يقول له قال له قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أشق عليك في الأخذ وغير الأخذ في شيء أخذته لله عز وجل المال دا مش بتاعي أصلا المال دا بتاع ربنا وأنا كنت زيك كنت أعمى فربنا ردي لبصري وكنت فقير فربنا استخلافني في المال خد اللي انت عاوزه اللي انت عايزه إيه خده فهنا بقى دعاله الملك مدعش عليه قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وصخط على صاحبك ابتليتم بالمال يعني المال دا بتلاق استخلاف فكرة استخلاف وعشان كان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا وآتوهم من مال الله مش مالك الذي آتاكم اللي ربنا ادهو لكم فمن هنا بقى بدأت الشريعة تحث الناس الغني يوعط الفقير الانسان اللي عنده يدي اللي ما عندوش زي ما احنا بيقول المليان يكوب على على الفاضي أخو الجارك دوة محتاج تديله مش لاقي وهي دي بقى الفكرة في فكرة الجمعيات والمبادرات ان فيه ناس كتير جدا بيدوروا مش لقيهم صحيح ودي أزمة فبيقول لي والله أنا ودي فين وأروح فين فنقول له بقى أروح حضرتك فيه مبادرات بتقوم بها الجمعيات الخيرية مثل المبادرات اللي بتقوم بها جمعية البر والتقوى جزام الله خير فأكثر من مكان يعني أو أكثر من مجال طب دا داخل فيه داخل في فكرة الانفاق وآتوهم من مال الله الذي أتاكم جميل كمان يعني داخل برضو فيها فكرة أنه يعني عدام فكرة المن والأذى دي خلاص يعني أنا ضامن تمام الضمان أنه أنا لها أعرف منه على حد وأقول ما أنا جبتلك ما أنا عملتلك زي يعني عقله بيشوره وبرضو أنه يعني أنه أنا مش عارف الشخص ده أنا مش عايز منه أي مصلحة ومش عايز منه أي حاجة فأعتقد الجمعيات سهلت القصة دي صحيح بحيث أنه هي تمنع فكرة الإذاء أنا النهاردة بروح أدل الجمعية أنا مش همون على الجمعية لأ لأن أنا اللي رايح لها مش هاللي طلبت دا فأنا كده ضمنت فكرة المن والأذى مش موجودة والحاجة الأهم بعد كده بقى فكرة يصال الأمر إلى من يستحق وهي دي على فكرة اللي اشترطها العلماء في فكرة زكاة المال وفي الصدقات وفي غير ذلك يعني فكان أقول لك لابد أن يتحرى دور أنت هتدي المال بتاعك لمين سواء كان زكاة أو سواء كان صدقة وعلى فكرة برضك في فكرة الصدقات صدقات مش شرط نات كل الفقراء على فكرة وده اللي بيختلف الصدقة عن الزكاة الصدقة ممكن تجوز للغني حد محتاج يعني ممكن يكون محتاج أو مش محتاج ازاي ده الصدقات الصدقات أعام ازاي أدي الحد مش محتاج اه الصدقة مش زكاة المال شوف أقول لحضرتك حاجة السيدنا الرسول اللي صلى الله عليه وسلم لما كان بيأتي إليه الناس ويسألونه كان يعطيهم دي فكرة الصدقات مش فكرة الزكاة اه طبعا ما أنا فهمة أنا فهمة بس أدي الحد مش محتاج خالص وغني اه لو سألني مه دي بقى الفكرة جميلة جدا تعال في حضرتك ناس كتير جدا من الأصحاب الأموال بيحب يؤلف قلوب الناس علي وهم أغني فيبعت له هدية أو يجي يدي له مال على سبيل إن خديت ليك ماشي بها ظروفك طب هو مش محتاج بس دي تدخل في دائرة الصدقة فعلا اه طبعا مه فكرة الصدقة أعام من الزكاة لأنها نافلة مش مفروضة بخلاف الزكاة الزكاة دي شرعها الله سبحانه وتعالى حتى يتزن المجتمع على فكرة دي من الأهم الأمور اللي احنا بنقول فيها هو احنا عندنا فقير وغني احنا مش عايزين فقرة فربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة جعلها واجبة فقال لك لا احنا نفرض الزكاة علشان الفقير دي يبقى غني فما يبقاش عندنا اختلال لكن دي سنة الكون إنه هيفضل لغاية ما نموت لغاية ما لقيامة تقوم هيفضل الفقير موجود وهيفضل الغني موجود صحيح عارف حضرتك ليه عشان فكرة الاستخلاف وفكرة الاختبار ما هو النهاردة لما يكون الإنسان الفقير وسبحان الله سنة الله في كونه ما تلقيش حد غني أبدا هتلاقي كده يعني مثلا أبو باشا بعد كده أبو مش عارف ايه بينزل 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 ويتبدأ الدايرة الدايرة اللي احنا تكلمنا عليه والعكس الفقير ده كان في بدايته كذا فبيكتايد ويتاجر بقى غني بقى غني بقى غني على طول وما فيش حد يبقى فقير على طول طب فين الاختبار الاختبار في الاستخلاف ان ربنا وأنفقوه وآتوهم من مال الله صحيح زي اللي يورس أموال كتيرة جدا ويضيعها صحيح أو حد ما يورسش حاجة خالص بس يورس تربية مثلا سليمة هو بقى يعني ينمي نفسه وينمي فلوسه وينمي كده صحيح يعني مش شرط أبدا ان انا سيب لولادي فلوس خالص مش شرط اه انت تسيب لهم التقوى اه قصة عمر بن عبدالعزيز سيدنا عمر بن عبدالعزيز لما ترك أولاده وما كانش سيب لهم حاجة فكان الناس بيقول لها قد أفقرت أو فاها بنيك يعني انت اللي انت عامله ده عيالك دول والفلوس هتسيبها لهم إزاي فقال وإنما ولد عمر بين أحد الرجلين واحد من اتنين إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير ذلك فلا أترك له ما يعينه على معصية الله شوف الفكرة نفسها فالقص بقى نرجع لفكرة استخلاف نفسها والإنفاق إن احنا بنقول للجماعة يا جماعة الخير خلي بالك انت في محل اختبار النهاردة انت مش لاقي فقير في ناس فقرة في ناس محتاجين في ناس مش لقين يكلوا في ناس مش لقين المياه وهو ده بقى اللي بتقوم عليه جمعية البر والتقوى جزاهم الله خيرا من ضمن المبادرات فكرة مبادرة المياه فكرة كارتونة الخير إلى غير ذلك دايرا في المقام الأول نحو أو جهة فكرة الإيتاء الإنفاق وقاتهم من مال الله الذي أتاكم وبرضو فكرة الدايرة إن الواحد أحيانا بيطلع على صدقة علشان يعني يفك كارب كذا لكن إنه استمرار الرزق أحيانا بنطلع على الصدقة بصراحة بالنية دي يعني يا رب عشان تفضل الدنيا ماشية صحيح إنه يعني يرزقنا من وسع فانطلع عشان يبقى كأنها الدائرة دي تفضل شغالة يعني لأن إحنا سمعنا الحديث عن سيدنا الحديث لما سبحانه وتعالى قال استحييت إن أنا أقطع عليه ولا أقول لي إيه الحديث طيب الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه فكرة إن الإنسان يبقى في داخل الدائرة ويضمن ألا يقطع الله عليه الرزق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثا صحيح ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا أنت عارف حركة الفكرة دا يرى عن إيه أن أنت بتعطي أنت بتعطي مين منه يخلف عليك الكريم الجواد كان فيه قصة كان سيدنا موسى بقى أظن حركة قصدي دية كان سيدنا موسى هي دي أما طالب قال له اطلب لي أنه ربنا يعني يديني فلوس كتير صحيح في فترة الشباب صحيح فما عدت فترة الشباب لقى لسه غني وكده فسأل ربنا سبحانه وتعالى هو كان كليم الله قال له هو فتح باب رزقي يعني خارج طبعا عندك الصيغة الأصح فأنا أقطعه عنه وهو فتح باب للناس صحيح هوية كانت نفس زي ما حرج ذكرتي وهو كان فتح بابين الراجل دا كان عمل بيت لإطعم الطعام وأنه هو يشرب الناس ويأكلهم ويلبسهم فكان عمل حيلة جميلة قوي وهو فاهم على فكر الراجل دا عن الله كويس قوي فكان عمل باب الفقير يدخل منه جائع ما عندهش لبس عشان يدخل من الباب دا أبيض يا بارد زي ما بقوله ناحية الثانية يخرج وكأنه ملك لابس واكل شارب وكمان مع فلوس فإيه دا دا كأنه دخل من باب فقير وصار من ناحية الثانية غني فلما مرت الفترة وكان بعض الروايات ذكرت أن ربنا سبحانه وتعالى يغني سنة أغني سنة فقط فعدت السنة والتانية والتالت فالراجل راحل سيدنا موسى سألوا يا موسى دا أنا سنة عدت وربنا ما فقرنيش وهنا كان كريم الله صلوات الله وسلامه عليه فسأل الله يا رب ما باله هذا العبد دا دا حصل وحد وثين ثلاثة هو ما ما افتقرش له فقال الله فقال الله لموسى عليه السلام يا موسى فتحت عليه بابا واحدة ففتح علي بابين أيكون المخلوق أكرب من الخالق يعني انت فاكر أن العبد دا هيكون أكرب من الله سبحانه وتعالى ففكرة التجارة وفكرة الاستخلاف اللي احنا قلناها إن الناس دي فتح باب على ربنا ربنا فتح له باب هو فتح بابين فين احنا بقى من هنا هي دي بقى الفكرة احنا فين الواقع بتاعنا فين هل احنا بننفق في سبيل الله سبحانه وتعالى فيه فيه هل احنا أصلا والله كان فيه واحد يعني قريب كان يقول لي زمان الفكرة يقول لي على فكرة أنا مؤمن ومعتقد كمال الاعتقاد إن المال اللي عندي دا مش مال صحيح إن المال دا أنا مستخلف فيه وانا أعامل الله سبحانه وتعالى من يوم أن أعطاني هذا المال بفكرة الاستخلال أنا بقول لي حرق لغاية دلوقتي الشخص دا لم يفتقر عدى مثلا تقريبا دخلنا في عشرين سنة على هذا المنوال وهو لم يفتقر سبحان الله العظيم وآته من مال الله الذي أتاكم بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضلت الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء الأظهر الشريف بشكركم على حسن المتابعة شوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا